وللمزيد معنا من باريس سيد رينو جيرارد الخبير في الشؤون الاستراتيجية وكبير المراصلين الدوليين في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أهلا بك سيد رينو الهجوم الاوكراني بالمسيارات الذي تنفيه كييف باستدافة موسكو ما الغاية منها أولا وماذا بشأن الوعود الاوكرانية هل ستؤثر في نوعية امداد الأسلحة لاوكرانيا بعد هذا الاستدافة الثانية لموسكو؟ نعم من الواضح أنه بعد أكثر من سنة على هذه الحرب لم تعد أوكرانيا قادرة فقط على تلقي الضربات ببساطة من روسيا من دون أن تتمكن هي أيضا من ضرب روسيا ولكن لا بد لأوكرانيا أن تموه هذه الضربات على روسيا وهذا الرد لأن الجهات الغربية لا تريد تصعيد الأمور ولا تريد أن تجد نفسها في حالة حرب مع روسيا لهذا السبب قرر الغرب الأمريكيون الفرنسيون البريطانيون فعلا كان لديهم موقف سلبي جدا عند استخدام المعدات الأمريكية في الهجمة على بلغورود وبالتالي تعرفوا إلى هذه المعدات وهذه المركبات العسكرية عبر الفيديوهات التي تم نشرها والفرنسيون أطلقوا ملاحظات واضحة حول هذا الموضوع للأوكرانيين وعبروا عن استياءهم وبالتالي نحن في نوع من الحرب السرية ولكن هدف أوكرانيا هو أن تفهم الروس كشعب أو كحكومة أيضا على أمل أن الشعب الروسي قد يتمكن من التأثير على الحكومة الروسية إذن تريد أن تفهمهم بأن هناك كلفة ستضطر روسيا لدفعها طيب سيد رينو مع هذا التصعيد الأوكراني المخالف لرغبات الغرب هل سنشهد تطورا أكثر دراميتيكية خاصة وأن ملامح نهاية هذه الحرب ستكون هذا العام؟ السؤال في الواقع هو أن الروس اليوم كما قال بريغوجين رئيس فاغنر يعتبرون أنهم لا يستطيعون تحقيق المزيد الآن وفي مصلحتهم أن يوقعوا على اتفاقية وقف إطلاق نار شرط أن يحافظوا على الأراضي التي تمكنوا من الاستلاء عليها منذ فبراير 2022 أما الأوكرانيون فهم يعتبرون أنهم يستطيعون في نوع من الهجمة المرتدة في فصل الصيف أن يستعيدوا المزيد من الأراضي في الواقع كل من الجانبين يرى الأمور من ناحية مختلفة ولكنهم يفهمان أن طاولة المفاوضات باتت قريبة إلا أن نتائج المفاوضات هي دائما عكس للوضع العسكري على الأرض لا يمكننا أن نغير الكثير فقط بالمفاوضات وأنا أقصد هنا عندما يكون الوضع معين على الأرض لن تغيره المفاوضات لذلك يفضل الأوكرانيون أن يصلوا إلى طاولة المفاوضات من موقع قوة وليس من موقع الضعف طبعا المفاوضات لن تجري غدا ولا نعرف حتى من قد يكون الوسيط في هذه المفاوضات هل هي الصين هل هو الفاتيكان هل هي تركيا هذه الدول الثلاث التي يعتقد أنها قد تلعب دور الوسيط من الطرفين وهناك حديث بهذا الإطار ولكن حتى الآن ليس لدينا وسيط رسمي للمضي قدما بهذه المفاوضات مفاوضات السلام كما أن هناك فرضية أخرى وهي أن يتم الحوار مباشرة بين سيد باتروشيف الرقم 2 في روسيا رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس السفير السابق للولايات المتحدة في موسكو وهو يجيد اللغة الروسية سيد ويليام بيرنز وبالتالي كان لديه علاقة جيدة مع باتروشيف ومع بوتين وبالتالي من الممكن أن يكون هناك هذه المفاوضات على المستوى الأعلى يعني مباشرة بين الأمريكيين والروسيين لإيقاف هذه الحرب وهنا المفاوضات قد تحصل بين هذين الشخصين شكرا جزيلا لك السيد رينو غيرارد الخبير في الشؤون الاستراتيجية وكبير المراسلين الدوليين لدى صحيفة لوفيقارو الفرنسية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك